السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيك وزيكم عاملين ايه معاكم حلقة جديدة وميسمعي وازي انجليش والنهاردة ان شاء الله هنبتدي مع بعض في منهج سنة ثالثة اللي هو اه طبعا في ناس انت رابطوا مني في الكمنتات وانا طبعا عند وعدي يكون احنا هنبتدي مع بعض واول يونة اللي هو يعني في اه متجر ومتجر يعني اللي في اقسام كتيرة يعني مش مش يعني مش محل في حاجة واحدة بس واول درس واللي هي الكلمات بتاعتنا الالوان او اللون اللي هو ابيل ازرق احمر يعني برتقوني وبلاك يعني اسود يلو اصفر واخضر يعني طيب الكلمات التانية اللي بنغير صور اللي هي يعني اينة اللي هي يعني 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 ما او ماذا بنسأل يعني حاجة ما بتفهمش او عن الحاجة اللي بنعملها يعني جميل يعني مفضل يعني يعني فرنسا يعني فرنسا يحب لكن يعني متجر ومتعدد الاقسام تمام يلا نبدأ وعندنا رومي وسمير بيتكلمه مع بعض رومي بيقول ايه بيقوله وات كالر از ات طبعا وات كالر بنستخدمها للسؤال عن الالواني بيقوله ايه اللون ده سامير رد قال له اتس بلو ده ازرق بلو از ماي فافريت كالر الازرق ده لوني المفضل امرهم يرد قال له ايه بلو از نايس البلو جميل بطعي لكن انا بحب اللون الاحمر بيشرح لنا هنا او بيراجع يعني بمعنى اصح يعني بيراجع لنا على فعل الكون في زمن المضارع طبعا اللي هم طبعا ام واز وار والتلاتة معنهم يكون اللي هو ده فعل الكون يعني يكون اكون او يكون او يكون طيب نفتكرهم كده بعض بعض كنا فاكري عارفين ان واحدها بتاخد الام يعني المفرد بياخده الاز والوي واليو والزي والبلورال يعني الجمع بياخده الار طيب بيراجع لنا هنا على الاختصارات وبيقول لنا ان ام بتساوي الاباستروف ام والاز بتساوي الاباستروف اس والار بتساوي الاباستروف ار اي يعني اشوف دي يعني ام واشوف دي يعني ام اشوف دي يعني از واشوف دي يعني از اشوف دي يعني ار واشوف دي يعني ار تمام ومدينا مسال على كل حالة منهم اول واحد بيقول انا ولد ده ازرق هما يكونوا بنات تمام ناخد بالنا في حاجة مهمين هنا اعيزكم بستاخدوا بالها من اه تاخدوا لكم منها. ان الالوان لما يجي الواحده زي ما اخدش اي ولا اان. ما بيتحطلوش او اان. آآ بيجي كده الواحده على طول. برضو الجامع ما بياخدش او اان. او اان معناها ان هي حاجة واحدة بس. تمام? بيذكر لنا هنا ازاي نسأل عن البلد اللي بينتمي لها الشخص معين. يعني وعندنا نوعين من الاسئلة اللي اتنين بيدوا نفس المعنى. واللي هم ايه? يعني انت منين? يعني انت جاي منين? اوكي? والاجابة بتبقى زي السؤال بالضبط. اللي فيها بتبقى ايام فروم. واللي فيها ومدينا تحت السؤال بيقول لنا ايه? رد قال له ايام فروم ايجيب. يلا بينا نوضح اكتر بالشرح. احنا عندنا نوعين من الاسئلة. نوع بيجي وراه او نوع بيجي في ايز و ار. ونوع بيجي في دو و داز. طيب. اول نوع اللي هو هيجي وراها ايز او ار. طبعا بتختلف ما بين ايز و ار على حسب السبجكت اللي بياخدهم. يعني ايز بتيجي مع هي وشي. وار بتيجي مع يو ودي. ماشي? طيب لو قلنا كده انت منين? احنا هنا ما استخدمناش افعال. استخدمنا اسماء او حرف جر اللي هو منين يعني. تمام? يعني هقول where are you from? where is he from? تمام? يبقى لما نجيب ار او از بنجيب كلمة from. طيب لما نجيب where do او does? برضو بيجي وراها السبجكت اللي هو على حسب do بتاخد اليو والزي والداز بتاخد الهي والشي. وطبعا الاجابة بتبقى زي السؤال. يعني لما يقولي where are you from? طبعا بنشتب where. وبنعمل if are you? بنبدلها بتبقى i am. يبقى i am from ايجيبت. تمام? اه where is he from? هومنين? بنشتب where? واز هي بنبدلها هتبقى he is from ايجيبت. تمام? طيب. في حالة ان انا جيب do و does هجيب كلمة come اللي هو يأتي. لان do و does ما ينفعش يجو من غير فعل. do و does بيبقوا موجودين في الجمل او في الاسئلة اللي فيها فيرب. يبقى هنجيب come from. ما ينفعش اجيب from على طول. زي ما بيقولي ايه? where do you come from? انت جاي منين? او where does he come from? هو جاي منين? يبقى لما لاقي is or هختار from على طول. لما لاقي do و does هختار come from. where do you come from? بنشتب مين? احنا اتفقنا ان احنا دايما بنشتب ال where? و الدو او الدز. يبقى نشتب دو و الدز كمان. يبقى هقول ايه? آآ اي. يوب تتحول لآي. يبقى come from ايجيبت. انا جاي من مصر. لو قال لي where does he come from? هو جاي منين? برضو هنشتب ال where? و هنقول ايه? he comes from ايجيبت. هو جاي من آآ مصر يعني. وناخد بالنا ان احنا لما بنشتب ال does بننزل is في الفعل. تمام? يلا بينا نحل التمارين على الدرس الاولاني. واول سؤال بيقول لنا اسمع ورقم الصورة. مدينا green black blue yellow red. اول واحدة green green يعني اخضر. يعني هنعمل number one على لون الاخضر. number two black. هنعمل تو على لون الاسود. number three blue. هنعمل سري على لون الازرق. yellow number four. هنعملها على اللون الاصفر. واخيرا ردو اللي هي number five. هنعملها على لون الاحمر. السؤال اللي وراء بيقول لنا listen and fill in the gaps. طيب الليسننج عموما بتبقى المسال بتملي. طيب اول سؤال ايه? what color is it? what color is it? يعني لنقص كلمة color. هيردو يقول لنا it's blue. تمام? السؤال اللي وراه اللي هو read and match. يعني وصل اقرأ ووصل. بيقول لنا ايه? red is my where are? blue is nice. i am from. ناحية التانية بيقول لنا it is favorite color france but i like red you from. طيب اول واحدة red is my يعني الاحمر يكون يكون الاحمر لون يبقى هندور ناحية التانية على لون واللي هي فيها color يبقى red is my favorite color هنوصلها بنمبر بي او ريتر بي. نمبر two بيقول لنا where are? طيب احنا تعلمنا where are? هيجي وراها يا يوزي. يبقى ناحية التانية هلاقي ايه? يبقى where are you from? يعني انت منين? نمبر سري. blue is nice. الازرق جميل. هي احنا حفظناها كده في ال conversation اللي عندنا. لكن انا بحب الاحمر. نمبر بيقول لنا I am from. وهيجي طبعا انا منين? يعني هيجي بلد. I am from فرانس. تمام? السؤال اللي بعده اللي هو يعني هنختار الكلمة السليمة. طيب نمبر ون بيقول لنا where not you from? دينا ام وازو ار. وير بيهي وراها التلاتة. طيب يبقى نشوف اللي بعدها هل هي يو يبتخد من فيهم? يبتخد ار. يبقى where are you from? انت منين? I am نقط فرانس. انا اكون نقط فرنسا. يبقى انا من فرنسا. I am from فرنسا. نمبر سري بيقول لنا what color not it? what color? بيجي وراها از او R. طيب يبقى نبص على it. it بتيجي مع من فيهم? بتيجي مع ال is. السؤال نمبر فور بيقول لنا black is nice but I not blue. الاسود جميل لكن انا ايه الازرق? لكن انا بحب الازرق. I بيجي وراها الفرب فاضي. يبقى I like blue. تمام? لان الجملة كمان في جزء الاولاني is يعني في زمن المضارع يعني ما ينفعش شيء بلايك. تمام? نمبر فايف بيقول لنا green is my favorite green the a food play color. اكل ولا لعب ولا لون? طبعا لون. يبقى green is my favorite color. يلا السؤال نمبر سيكس وله هو picture and I scramble the word. يعني بص على صورة ورتب الحروب بتاعتها. نمبر وان ما دينا اللون الاصفر اللي هو يلو يبقى y e l l o w يلو. اللي بعديها اللون الاسود يعني black b l a c k black. اللي وراها اللون الازرق blue blue. اللي وراها اللي هو ال green. اخضر يبقى g r e e n green. تمام? السؤال اللي وراها اللي هو يعني نعمل علامات الترقيم للجملة التالية. طيب احنا عارفين في ان اول حرفة في الجملة لازم يكون. يبقى وات. هنبتديها بدبليو. ما فيش حاجة ممكن تتعمل تاني. ما فيهاش اختصارات انت بذر ما هي. يبقى اه وعادة احنا عندنا اتنين بس. يبقى هنعمل وفي الاخر هنحط طبعا نودى سؤالي بقى هنحطه. تمام? يلا بينا نقرى كلمات اللي سنة التانية وبيقول لنا يعني حزاء يعني شراب يعني امصال يعني جيبات الجيبة يعني جمعها. يعني بانطالون جينس. يعني الشورتس يعني الشورت عايزة كتاخدوا بالكما بين شورتس وشورت شورت بن الرئس يعني قصير شورتس يعني الشورت اللي بنربسه. تمام? بيذكر لنا ايه في الدرس بتاع الهدوم ده او الحاجات دي. بيقول لنا اخدوا بالكوا ان فيه هدوم عندنا بتتكون من جزئين. زي ايه? زي كلمة شورتس وجينس. شورتس وجينس دول يعني بتتكون من رجلين. هي مش كل واحدة هو يعني بانطالون واحد بس فيه جزئين. الكلمتين دول بيتعاملوا معاملة الجمع. يعني ايه بيتعاملوا معاملة الجمع يعني دايما ياخدوا تمام? او او تمام? يعني دايما بياخدوا الحاجات اللي بتيجي مع الجمع. ما منفعش يجوا ابدا مع المفرد. لان هما يعتبروا متكونين من جزئين. طيب مدينا كلمتين تانين اللي هي شوز وسوكس. شوز وسوكس متكونة من جزئين بس منفصلين. يعني ممكن ياخدوا شوز او وممكن ياخدوا بس عشان اقول لازم تكون ايه? لازم نخليهم حاجة واحدة بس. عشان نخليهم حاجة واحدة بس لازم اجيبي ايه قل. يبقى هقول ايه? او 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 تمام? يعني كده خلينيهم حاجة واحدة بس. في فرق لما يكونوا جايين مع بعض يبقوا جمع. و لما عايز اقول على فردة واحدة من الشراب او الجزمة يبقى هقول او تمام? بيذكر لنا في الدرس ده قاعدة ديس وزات وزيس وزوز. بس ازاي نسأل عليهم طيب احنا بنسأل بها عن الحاجة اللي ما بتفهمش. آآ نكون عايزين نعرف اسمها ايه? زي هنا عندي في الصورة بيقول لي ايه? ايه ده? رد قال له. ده فردة شراب. استخدمها لانه بيشاور على حاجة قريبة من ايده. طب الصورة اللي تحتها بيقولها ايه دي? قالت له وبيشاور على حاجة بعيدة عشان كده استخدمنا زات. طيب الصورة اللي وراها بيقولها دول شرابات. بتاحت قالوا قالوا دول احزية. وبيشاور على حاجة بعيدة عشان كده استخدم زوز. طب يلا بينا نفهم اكتر. طيب عموما بيجي وراها يا ايز يا ار. طب امتى اختار ايز? لو جي وراها الحاجات بتاحت المفرد. مين بتوع المفرد? اللي هما زيس وزات. يبقى ممكن اقول تمام? طب لما جي جاوب بنعمل ايه? بنشتب على وات ونبدل اللي بقين عندي. يعني مسلا لو عندي هنا صورة فردة شراب. هقول لما جي جاوب هشتب على وات وهقول طب لو عندي اه مسلا اميس بعيدة عن ايدي شوية هقول ايه ده? هشتب على وات وهقول ماشي? ده اميس. طب نخش على بتاعة الجامعة. هيجي معاها مين? ديس وزوس اللي هما بتوع الجامعة. ديس لو حاجة قريبة ودوس لو حاجة بعيدة. طيب عندي صورة بقى فردة شراب. هقول ايه? ايه دول? هنشتب وات ونبدل. ديس ار ايه سوكس. طيب لو عندي اميسين هقول ايه? ايه بعد عن ايدي وات ار زوس. هقول ايه? نشتب وات ونبدل يبقى دوس ار ايه شيرتز. طيب في حاجة كمان عايزين نلحظها? لما تكون عندي حاجة مفرد وانا بجاوب ممكن اقول عادي. يعني ايه سوك او ايه شيرتز. لو عندي حاجة جامعة هقول ايه? دي ار سوكس. او ايه او هقول ايه دي ار ايه شيرتز. تمام? يلا بينا نحل المتستيلي على اللي سن ده. نمبر وان اللي هو بيقول لنا. نكتب النمبر. اول واحدة جينس يعني بانطلون جينس. وهي على صورة البانطلون هنكتب نمبر وان. نمبر تو بيقول لنا يعني شورتز. هنوصلها بالشورت. صورة الشورت هنكتب عليها نمبر دو. نمبر سري بيقول لنا يعني امصان. يبقى هنكتب نمبر سري على صورة الامصان. نمبر فور بيقول لنا يعني جيبات. يبقى هنعمل فور على صورة الجيبات. نمبر فايف بيقول لنا يعني احزاية وهنعمل فايف على صورة الحزاية. السؤال اللي وراه يعني نحط في المكان بتاع الفاضي. اول واحدة بتقول لنا ايه? هدى. رد قال لها ايه? دي ار شربات. السؤال هنا عن الجامعة. تمام? آآ يعني هنقرأ ونوصل. نمبر وان بلو ازرق. نمبر تو ريد از. الاحمر يكون. دي ار. هما يكونوا. ماذا يكون? ناحية التانية. انت تعيش. حزاء. يعني جميل. يعني هؤلاء. يعني لوني المفضل. طيب. آآ ما ينفعش اختار عشان ما فيهاش. لازم يجي عرائزي. الازرق يكون جميل. هنوصل لها. دي جامعة. لان ناحية التانية حاجة جامعة واخدوا بالكم ان ده مش سؤال. يعني مش هنجيب اللي فيها طب اللي فيه جامعة مش اللي هي يبقى زي ار شوز. وات هنا جاي معاها يعني جامعة برضو يبقى ناخد بالنواد ده سؤال يعني هنلاقي الناحية التانية آآ مارك. تمام? السؤال اللي بعده اللي هو دي هنختار الكلمة السليمة. نمبر وان بيقول لنا نقط ار سوكس. دولة شربات. طيب ار بتيجي مع الجمع. مين الموجود هنا هي زي الشي اللي بياخد ار? طبعا دي. يبا دي ار سوكس. نمبر تو بيقولي طيب زت بيجي معها مين? زت ما بيجيش معها غير ازم غير مقر. نمبر سري بيقولي بعد كيه بيقولي ناخد بالنا لما يبقى عندي سؤال ناخد بالنا منك الاجابة. الاجابة هي اللي هتعرفني هو بيسأل عن ايه? يعني هنا بيقولي احمر. يبقى بيسأل عن اللون. يبقى ايه? عشان اختار الوقت ومش يجاب لي وقت ولا وات نيم ومش بيسأل على الاسم. نمبر فور بيقولي نقط. عندي وزيس وزيس. طب مين فيهم اللي بتيجي مع الاز? تمام? نمبر فايف بيقولي نقط ار جرين يعني دولة اشجار خضرة. طيب ار بتيجي مع مين في الموجودين? زيس زت. ار جمع يبقى بتيجي مع زيس. تمام? السؤال اللي وراه اللي هو يعني بص على صور ورتب الحروب بتاعتها. نمبر وان اللي هو الجينز يبقى جي اي اي ان اس. نمبر تو سوكس اس او سي كي اس. شوز يعني حزاء اس اتش او اي اس اللي بعديها اللي هي امصان اس اتش اي ار تي اس. تمام? السؤال اللي ورد هو بيقولي نوات ارزيس. طبعا واتها تبدأ بحرف لازم اقول حرف في الجملة يكون. ما فيش حاجة فيهم هتتغير. وادة سؤالي بقى نحطه في الاخر تمام? انا اقرأ كلمات اللي بعديها وهنا بيركز لنا على بتاع اللونج او. يعني ايه اللونج او? يعني اللي هقراها او كبيرة هتبقى بينا. بيقول لنا ان ايه? لما بيجو جنب بعض بيتنتقو او. كأن ما فيش ايه? ودايما انه بيبقى عندي اتنين في الكلمة بقرأ الاولان منهم. يعني ايه هقرأ الاول? زي كلمة بوت. يعني مركب. دفضع. يعني سابونة. طريق. يعني بلطو. يعني معزة. طيب مدينا الو دابيو. والو دابيو في اخر الكلام بتبقى برضو بصوت الو. ماشي? زي كلمة سنو. جليد. ويندو. شباك. رو. صف اللي هو الطبور. سلو. يعني بطيء. يلو. اصفر. لو. يعني واطي او حاجة منخفضة. تمام? مش عايزين نتلغبط من الو دابليو عشان هي لما بطيه في نص الكلام بتبقى بصوت الو. زي زي براون. بتبقى بنتقى او. لكن هنا جايالي في اخر الكلام عنطقها او. ما نتلغبطش بينهم. تمام? نخش على الحرف اللي وراها واللي هي لما ييجي او و اي. اتنين متحركين في الكلمة. يجي خلينا نقرأ الاولاني باسمه. يعني ايه? والتاني ما بيتقريش. يعني هوم. بيت. ارنا الو ما نتقراش ال اي. فون. يعني تريفون. تون. يعني نغمة. بون. يعني عضمة. يعني حبل. يعني آآ مزكرة او ملاحظة. يعني حفرة. يعني دور. تمام? نكمل هنا بقى الفونكس بس مش على الاو بقى على اي حرف. قلنا لما يجي اتنين متحركين بنقرأ الاولاني والتاني لأ وبنقرأ باسمه. يعني هنا اول واحدة عندنا الاي هقرأ باسمها اي. تاني واحدة. قرينا اي. رين ما بنقرأش التاني. اللي بعدها كلمة يعني ليل. ناين يعني آآ تسعة قايت 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 يعني طيارة ورق. يعني يحب قايت اللي هو مفتاح. ليك ارينا اي. ماشي يعني بحيرة. نيم ارينا اي. يعني اسم. نيم. اتنين اي بقى هنقرأهم اي. اخضر يعني ناضج. وناضج هنا جاية مع الخضار يعني او السمرة لما بتنضج يعني ما بتبقاش لسه مزروعة. يعني يحتاج. تمام? قرينا اي اي اي. تمام? يبقى آآ كده عرفنا الفونكس نخش على الامتحان اللي وراها هو نمبر ون اللي هو هنآ آآ نمبر ون بيقول لنا سكرت جيبة هنكتب وان على صورة جيبة آآ هنعملها على لون الازرق نمبر تو نمبر تري اللي هي شوز هنعملها على صورة الحزاء ونمبر فور ويندو نعملها على صورة الشباك يعني مطرة او يمطر ونعملها على صورة المطرة وهو هنا غلطان عمل لهم عملهم كلهم وان 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 احنا هنرقمهم واحدة. تمام? السؤال اللي وراه يعني اقرأ واملى الفراغات. آآ سامي بيقول رد عادل قاله يبقى تمام? السؤال اللي وراه اللي هو يعني هنقرأ ونوصل بيقول لنا ايام انا اكون يعني حاجة ما بتفهمش. يعني هؤلاء يعني ماذا? ناحية تانية. آآ يعني شرطات. آآ يعني هزهب دلوقتي. يعني هؤلاء. يعني يعني اسود. طيب. ممكن يجي ورا من الربي في ing. زي هنا going now. ايام going now. ايتي هيجي وراها ايه? از؟ از بلاك. تمام؟ يبقى نمبر واو هنوصلها ب b وتو هنوصلها ب ايه? طيب. بيجي وراها ايه? تمام? اللي وراها اللي هي بقى نمبر سري هتبقى بليتر ايه? واللي وراها هتبقى هنوصل نمبر فور بليتر سي. السؤال اللي وراه واللي هو هنختار الايجابة الصح. الكلمة الصح. آآ بيقول لنا ايه? نقط جينز. يعني بمطلون جينز. وهنا عندي جامعة نشوف مين فيهم الجامعة في الاختيارات. ايه? طبعا دوس. السؤال نمبر تو بيقول لنا ايه دول? طيب. بيجي وراها التلاتة. يبقى هنبص على بيجي وراها يبقى هنبص على ديس. دي جامعة يبقى هنجيب وراها الار. نمبر سري بيقول لنا طيب. عندي ده فعل. يعيش. فعل. يبقى هنختار معه يا دو يا داز. طيب نختار دو ولا داز هنختار دو علشان يبتيجي مع دو. نمبر فور بيقول لنا نقط سيو تمورو. اراكا غدا يبقى هيقول له ايه? باي. اللي هي باي باي سيو تمورو. باي خدوا بالكم ان هي اخر واحدة. آآ اول واحدة يعني بواسطة. باي الاولانية يعني بواسطة. وباي التانية يعني يشتري. يبقى باي الاخرانية. السؤال نمبر فايف بيقول لنا النقط. لوني المفضل يبقى هندور على اللون اللي في الاختيارات اللي هي بلو. الازرق. ميت يعني لحمة ورائس يعني رز. تمام? نحل السؤال اللي هو كاتب الرأس السؤال بتاعه غلط. وده اللي هو هنرتب الحروب بتاعت الكلمة. اول واحدة فون. البي اتش او ان اي. تاي واحدة بلاك. اللي هي بي ال اي. سي كي بلاك. بعد كده. لو البلتو. سي او اي تي. واخر واحدة اللي هي سنو يعني جليد. اس ان او دابليو. تمام? بيقول لنا يعني بص واكتب جملة تحت الصورة. اول حاجة ما دينا صورة ما ينفعش نكتب كلمة. بيقول لك اكتب سنتنس. يعني اكتب جملة. طيب. يبقى هنكتب ايه? هو اسمه شورتس. طيب مش عارفين نقول ايه. يعني مش عارفين نكتب جملة مسلا اللي هو انا ارتدي شورتة او حاجة. سهل جدا. ده اه حاجة ما بتفهمش بس جمعي. يعني بتكون جزئين يبقى. هقول ايه? او 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 ادي تيجي على بالك اكتبهم التلاتة صح. طيب السؤال اللي وراه صورة شربات. برضو هنكتب نفس الكلام اللي هي ايه? هؤلاء يكونوا شربات. السؤال اللي وراه اللي هو بيقول لنا ايه طيب اول حرف الجملة يبقى ايه هتبقى لو عملها مش هنخليها اسماء البلاد بتبتدي بحرف طيب هنا اي دي جملة يبقى هنحطه في اخر الجملة تمام? طيب كده نكون وصلنا لنهاية اليونت شرحنا الدروس اللي فيه يا رب يكون فاتكوا وعجبكوا. وطبعا ما تنسوش اللايك 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 وطبعا نعمل شير. ولو انت جديد معي في القناة اتمنى ان شرحي يكون عجبك وتشترك فيها. واشوفكم في حلقة جديدة وفي يونك جديد ويالا باي باي.